النهاردة بتعيد الديمقرافية السكانية في سيناء في الفترة الجديدة نعم فعشان كده وبعدين الجامعات انت شفت الجامعات نعم انا مش متخيل يعني انا احنا في اكتوبر منطلع ان نمر على الجامعات وروحنا نجامعة بورسعيدة الجديدة والاسمالي اه ده اه ده اه ده في شرع القناة نعم وجامعة الملك سلمان في جنوب سيناء يعني انا كنت مع الدكتور مفيد شاب وعم فقام احتفالات طابق شرم الشيخ وراس سدر بالذبط النهاردة رفت سدر فيها كليات اه النهاردة كان ولاد سناء بيروحوا فين بيتغربوا يجوا القاهرة نعم فالنهاردة انت احتوت ولاد سيناء والله النهاردة لو وقت دكتور سامر فрузرق كانوا بيقولولي الكلام من سيئاتك بتقولوا كانوا بيقولوا كده بالذبط قالوا الولادنا كانوا بيهدله ويروحوا فين النهاردة بقى الجامع جنبي وبعدين تيجي تقوله توبققي لك انتماء انتماء فين يا احمد نعم الانتماء انك تعيس ان بلدك بتخدمك النهاردة انه بياخد عهد ارض النهاردة تملك اراضي اليوم تمام فعشان كده النهاردة الناس دي اللي خدت اراضيها قادي شوف جامعة الملك سلمان وجامعة شرق برسعيد اللي في سينة كل دي حاجات جديدة ما كانتش موجودة يا احمد نعم حاجة تانية اللي انا عايز لك عليها بقى اللي كانت فيها وهو مين العريش مين العريش كان في الاول بياخد اربعة مراكب سيد رئيس قال يتطور بعد كده لما حصل دخلنا بقى في القصة ان احنا عاوزين نبقى هب رئيسي للحويات في المنطقة وبعدين نقول مش عيب يعني الامارات سبقتنا في جبل عالم من 30 سنة انما العيب ان احنا نفضل زي ما احنا فالنهاردة بدأنا نخش فيه ان احنا نبقى هب حويات الشرق الاوسط الشرق المتعاصل تمام فالنهاردة انت امر سيد رئيس ان يتعامل مين العريش وقال ان يبقى زي اكبر مواني المتوسط طبعا من كامل شهر طبعا كلنا فريحنا في مصر ان ميناء شرق بورسعيدي الجديد طلع العاشر عاشر ميناء في العالم للعويات وعد هون كونج انا مكنش متخيل قاعد ابص وانيت ابص على ايده قابل هون كونج ايوه وفي اربع سنين انت فاهم العريش هيبقى كده الفتر اللي جاية طبعا الناس برضو انك وحيعوضوا اه حتتعوضوا وانا كنت عن سات المحافظ يومهم موجود وحيتعوضوا كامل وكل حاجة انما دي هتعمل انت عاشة كبيرة جدا للعريش لانك هتربط مع طابة والعريش مع بورسعيد مع الطرق مع خط السكة الحديد واذا ملحقناش الاتجار اللي جنبك بيعمل الكلام ده اسرائيل بتعمل الكلام ده النهاردة عاملة من إيلان لعسقلان اذا انت لو ما عملتش الكلام ده الوقت وليحيت نفسك حيبدأ ياخدك نروح لمحور كمان محاور المهمة اللي احنا محتاجين ايضا لانه ما كانش ده ممكن يحصل الا لما تقضي على الارهاب بالكامل في سيناء الله ينور عليك هذا الملف المهم التحدي اللي واجه الدولة المصرية تمام انت عدت 4 سنين تجاب الارهاب اهل العريش ما انت شفتوه من النهاردة كان فيه حزر ده جاول من الساعة 5 وحتى بالنهار ما كانش حد بيقدر يقامن ينزل بولاده الشارع اللي كان بيتضرب وانت عارف بالنهار كان فيه مراكز قيادة موجودة كان فيه الفين نفق يحمد بين سيناء وبين غزة صح الكلام ده كله تشال كان فيه مراكز قيادة كان فيه مخازن سلاح وزخيرة موجودة كان تلغيم طرق كانش حد بيقدر ينزل كانوا بيقافوا العربيات في السكة ويضربون بالنهار وينزلوه وشفنا الاحداث وشفنا مهاجم مسجد الروضة كل الكلام ده في 4 سنين اتحسبت لمصر النهاردة انا دعيت انا في تايوان من سنتين في مؤتمر عن الارهاب وكان كلنا ناس خبرى من حول 40 دولة من العالم كانت التجربة المصرية للقضاء على الارهاب في سيناء تجربة كبيرة وكويسة انت فهم فاحنا قدرنا شرطة وجيش وهالي بدوي سيناء اللي اتعاملوا معنا كانوا بيهددوا الراجل الشيخ بتاع القبيلة حنقتص ابنك ولكن كانوا بيجوا يبلغوا وكانوا بيجوا يقولوا وشافت القوات المسلحة فترة عصيبة